أعلنت سلطات أرخبيل الكنارية الإسبانية أن الحمام المتدفقة من بركان كومبري بيخا ثائر منذ عشر منذ عشرة أيام في جزيرة لبالما وصلت إلى البحر محذرة من خطر بعاث غازات سامة نتيجة التقاء الحمام المنصهرة بمياه المحيط أدى ويثير التقاء الحمام البركانية بالمياه قلق الخبراء بسبب الغازات السامة والجزيئات الضارة التي قد تنبعث لدى انطفاء الحمام المنصهرة في المياه ولهذا السبب أصدرت الحكومة المحلية في الأرخبيل قرارا بحضر الدخول إلى المنطقة المتوقع وصول سيل الحمام إليها وكانت السلطات قد أعلنت رصد أكثر من عشرة ملايين أورو لتقديم مساعدات مباشرة للضحايا من أجل تمكينهم من شراء مساكن بديلة يذكر أن الحمام تسببت في تدمير ما يقرب من ستمائة منزل كما غطت الحمام ما مساحته مئتان وثمانية وخمسون هكتارا من الأراضي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر